اخاب قيادة قطرية جديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي اختارتها اللجنة المركزية للحزب خلال اجتماعها الموسع برئاسة السيد الرئيس بشار الاسد الامين القطري للحزب الذي اكد اولويات الحزب في المرحلة المقبلة اقادت اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم اجتماعا موسعا برئاسة السيد الرئيس بشار الاسد الامين القطري للحزب وقدم الرئيس الأسد خلال الاجتماع عرضا سياسيا تحليليا حول الحرب التي يتعرض لها الشعب السوري وآخر المسجدات المتعلقة بها والمواقف العربية والدولية بهذا الخصوص بالإضافة إلى دور الحزب خلال هذه المرحلة وأكد الأمين القطري للحزب على ضرورة إجراء مراجعة نقدية لأداء الحزب وكوادره من أجل بناء على الإيجابيات وتجاوز السلبيات ومنعكساتها مشيرا إلى أن الخطوة الأهم هي العمل على إيجاد أقنية تواصل بين قيادات البعث والقاعدة الشعبية لتعميق التفاعل مع المواطنين وأضاف أن أحد أهم أولويات الحزب في المرحلة المقبلة يجب أن تكون تعزيز اللحمة الوطنية ولا يمكن النجاح بذلك إلا من خلال المنظمات والنقابات التي تعتبر من أهم الأدوات لتحقيق ذلك لأنها تشكل والقاعدة الشعبية موضحا أن تاريخ حزب البعث النضالي يجب أن يكون المنطلق والأساس لعملية تطوير مستمرة ما يتطلب الالتساق بالواقع وتعزيز ثقافة الحوار والعمل الشعبي التطوعي وفيما يتعلق بالمسألة التنظيمية للحزب شدد الرئيس الأسد على أنه يجب وضع معايير دقيقة للهرمية الحزبية وآليات ناجعة لاستقطاب الكفاءات واختيار ممثلي الحزب المناسبين في مؤسسات الدولة بما يمكنهم من العمل لتحقيق مصالح الشرائح الأوسع من عمال وفلاحين وحرفيين بعد ذلك فتح المجال للنقاش حيث تناولت مداخلات بعض الأعضاء أداء المؤسسة الحزبية خلال الأزمة ودورها في الدفاع عن الوطن فيما انتقدت مداخلات أخرى دور كوادر البعث في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا ووصفته بأنه لا يتناسب مع تاريخ حزب البعث ولم يرتقي إلى ما هو مرجو منه وتم خلال الاشتماع اختيار قيادة قطرية جديدة موسيقى